سبحان الله تستغربوا من مسألة الأمن ومسألة الأمان ومسألة السلطة وغيره وغيراته والله يا جماعة الخير كانت أمنية عندي وأنا طفل أزور لبنان وأول تجربة سيئة بكسر القلب لما لبنان فقد الأمان وصارت حرب أهلية وقتها عرفت شو معنات الأمن والأمان مرة سنين بتشوف البلد هذه فجأة بلد هذه بمبلغ معين تشتري بيت بكندا هس المبلغ هذا هل قدي هيك للسماء ما بتشتري بيت انضربت العملة انضرب الأمن انضرب الأمان حرب تطلع على شغلة الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلذلك لا تستغرب أبداً إذا شفت بعض الأمور في بعض البلدان للحفاظ على الأمن والأمان أنا سأقول لك والله هذا حدا لا لا والله ما حدا باعتني أتكلم لا أنا بتكلم عن شغلة لو أنك في عز صحتك وما عندك أمان ما في صحة عز مالك وما عندك أمان وقفك حدا بالشارع بحط بطيخة براسك ولا سكينة ولا أي شيء طلع كل اللي معك لو عندك إيش ما عندك دكتورة وما عندك أمان ما بتحس بالسكينة ما بتحس بالراحة فلذلك سبحان الله نعمة الأمن والأمان مستاهلة بلد من البلدان اللي فاز بنعمة الأمن والأمان وبدون أي مبالغة الأردن سبحان الله حروب من حواليه طيب والحمد لله رب العالمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين حفظ البلد وأنا أعتقد حفظ البلد لأنه مشتغلوا شغل سنين على الأمن والأمان لأنه وهذه مقتنعنا فيها لأنها أرض مباركة الأردن الذي باركنا حوله على يمين بكت القدس قريبا مطلة على القدس طيب وأنا قاعد في الأردن طيب الذي باركنا حوله المهم أكثر من صلات الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اللي بستناهم يجوا السلام عليكم